الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم أهلا وسهلا بكم مع حديث جديد وراوي حديث من الصحابة الكرام اسمحوا لي أسأل حضرتكم سؤال من الصحابي الجليل الذي لقب بذي النورين إنه الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه تزوج من ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة رقية وبعد وفاتها تزوج من أختها أم كلثوم رضي الله عنهما وأرضاهما وهناك تفسير آخر لذي النورين أنه كان يكثر من قراءة الكرآن أثناء صلاة الليل يقال أنه قرأ الكرآن كله في رقعة واحدة رضي الله عنه وأرضاه طيب عندنا صحابي آخر يلقب بذي النور فمن هو هذا الصحابي ولماذا لقب بذي النور قبل ما نبدأ خلينا نصلي على خير الأنام اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في كتاب سير أعلام النجداء بالذهبي هناك صحابي جليل يسمى الطفيل ابن عمر الدوسي الاسم يمكن يكون جريب شوية هنقوله تاني الطفيل ابن عمر الدوسي دوسي يعني من قبيل الدوس دي قبيلة في اليمن لما ذهب الطفيل ابن عمر الدوسي إلى مكة حذره أشرف كريش من الاستماع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم خشت أن يصحر من كلامه فما كان من الطفيل إلا أنه وضع في أذنيه كرسفا يسد به أذنيه والكرسف هو الكط ذهب إلى المسجد فوجد الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي قائما فاستمع دون قصد إلى كلام حسن أخذ الطفيل ابن عمر يفكر لماذا يخشى هذا الرجل وهو الرجل اللبيب فلما انصرف الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيته دخل عليه وقال إن قومك يقول كذا وكذا وأريد أن أسمع منك عرض عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام وتلع عليه من آيات القرآن الكريم فشرح الله صدره إلى الإسلام ثم قال إني أمرؤ مطاع في قومي وسوف أعود إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام فادعو الله أن يجعل لي آية عيناني على ذلك فلما انصرف جعل الله سبحانه وتعالى بين عينيه نورا فقال اللهم في غير وجه حتى لا يظن أن نبي مثله والمثله هي العقوبة فانصرف النور إلى طرف صوته عرض الإسلام على قومه فأسلم أبوه وزوجته وأمه وأبطأ عليه قومه فعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة وقال له ادعو على قومي فقال رسول الرحمة والإنسانية اللهم اهدي دوسا وأتي بهم استجاب الله عز وجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم من دوسا ثمانين بيتا هاجروا بعد ذلك إلى المدينة كان منهم الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه راوي هذا الحديث والآن مع حديث اليوم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لله عز وجل مئة رحمة وإنه قسم رحمة واحدة بين أهل الأرض فوسعتهم إلى آجالهم وادخر تسعة وتسعين رحمة لأوليائه والله عز وجل قابض تلك الرحمة التي قسمها بين أهل الأرض إلى التسعة والتسعين فيكملها مئة رحمة لأوليائه يوم القيامة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة الله مقسمة لمئة جزء جزء واحد نتراحم به كلنا في الدنيا وتسعة وتسعين جزء مدخرين ليوم القيامة عن الجزء ده نتحدث قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء شيء تطلق على الإنسان والحيوان والجماد على الأبيض والأسود على الصغير والكبير على الذكر والأنثى على المسلم والكافر سبحان الله حتى الكافر ليه نصيب من رحمة الله في الدنيا الأم تشوفها وهي بترحم رضيحها وتسهر على راحته ولو تعب قلبها بيتقطع عليه الأب شقيان طول النهار والليل علشان يوفر لأسرته الأكل والشرب واللبس حتى رحمة الحيوان بالحيوان سبحان الله تندهش منها كل الرحمات دي منبثقة من جزء واحد من رحمة الله تعداد سكان العالم حاليا سبعة وتمانية من عشرة مليار نسمة يعني سبعة تلاف وتمنمية مليون نسمة تخيل أنت حجم رحمة البشر الموجودين وضيف عليها كل الرحمات التانية ده مجرد جزء واحد من مئة جزء أنا ممكن أعمل فيديو لسنوات مش هقدر أذكر كل النعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها مش نعم الله يعني النعمة نفسها داخلها نعم كتيرة عندك مثلا العين نعمة واحدة تركبها مبدع مليان نعم حتى استعمالها مليان نعم نعم القراءة نعم البكاء نعم التدبر نعم الحراسة في سبيل الله نعم الجهاد كل النعم دي متوقفة على نعمة واحدة بس هي العين فيض من الرحمات لا ينتهي كل ده جزء واحد من رحمة الله وفي الأخرة يرد التسعة وتسعين جزء فيصبح المجموع مئة جزء خاص لأولياء الله وقبل ده كله رحمة سيدنا محمد بالبشر قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كونك مسلم ده برحمة الله مش بشطرتك ولا زكائك كونك حي ده برحمة الله مش بقوتك كونك سليم ومعافى وانت مفرد في الأكل وشرب السجاير ده برحمة الله كونك بتقدر تتحرك وتجري وتروح وتيجي ده برحمة الله كونك بتتنفذ طبيعي من غير صعوبة ده برحمة الله جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وآسف جدا على الإطالة ياريت كلنا نعمل شير للفيديو ولو نعمل سبسكرايب ولايك وشير للصفحة ولو تزوروا صفحتنا على الفيسبوك كل يوم حديث هتلاقوا الرابط تحت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته